السلام عليكم عزيزي المشاهد أهلا بك بالحلقة التاسعة من دقيقتين عافية هذا الفيديو بناء على طلب المشاهدين وحب أن أشكر لكم تفاعلكم البناء مع القناة وأدعو الجميع للمشاركة بهذا الفيديو سيشرح السبب الحقيقي لتكون حصوات بالمرارة يقول أطباء الجهاز الهضمي أن استهلاك الدهون أكثر من 50 جرام في اليوم يسبب حصوات المرارة ومعظم الأطباء يكره أن يناقش الحمية عالية الدهون قليلة الكربوهايدرات مثل حمية الكيتو لكن عزيزي المشاهد أثبتت الأبحاث الحديثة بأن الحمية الكيتونية الغنية بالدهون والأليافة الطبيعية والفقيرة بالكربوهايدرات هي الحمية الطبيعية للإنسان وتعالج أمراض عصرية كثيرة مثل الأمراض العصبية الصرع التوحد باركنسون الزهايمر الصداع النصفي والتصلب المتعدد وأمراض أيضية مثل البدانة وارتفاع الترايغليسرايد وانخفاض الكوليسترول الحميد وارتفاع ضغط الدم والسكر وتشحم الكبد وتكيّس المبايد والسرطان كل هذه الأمراض سبب بدايةها اختيارات غذائية خاطئة الآن حتكلم فقط عن سبب تكون حصوات المرار وإن شاء الله بالفيديوهات القادمة بتوسع أكثر بالأمراض الأخرى لذلك لا تنسى الضغط على زر الاشتراك بالقناة ليصلك الجديد وخلينا نبدأ بصلب الموضوع هركز على حصوات نوع الكوليسترول وليس حصوات البليروبين لأن 75 إلى 90% من حصوات المرارة هي كوليسترول متبلور كوليسترول كريستلز يترسب في المرارة كيف يتبلور الكوليسترول؟ عزيز المشاهد هشرح لك بشكل مبسط وبدون مصطلحات طبية معقدة العصارة الصفراء تتكون من 70% أملاح وأحماض الكوليسترول 10% كوليسترول 5% دهون فوسفاتية فوسفوليبيدز 5% بروتين 1% بيليروبين وهي مادة تنتج عند تكسر كوريات الدم الحمراء ولونها أصفر 9% ماء ومعادن وبيكربونات بسبب الاعتماد الجائر على الكربوهيدرات والدهون المشبعة في النظام الغذائي المعتاد يختل توازن عمل الكبد وهو أكبر غدة في الجسم وهو وسط دهني ومصنع الكوليسترول الأساسي فتتحمل المرارة عواقب هذا الاختلال لأن 80% من العصارة الصفراء كوليسترول فتمر بثلاث مراحل 1- تتشبع العصارة بالكوليسترول بسبب تحول السكر لدهون 2- بسبب اختلاء الانتاج الكبد يحصل فقر العصارة بالدهون الفوسفاتية فوسفوليبيدز وهي المادة التي تبقي الكوليسترول بحالة سائلة في المرارة 3- لأن الحمي عالي بالكربوهيدرات يحصل ركود العصارة الصفراء بالمرارة بسبب عدم استخدام العصارة وهذه النقاط الثلاث تشكل بيئة لتركيز وترسيب الكوليسترول بالمرارة فتتبلور وتتجمع كحصوات مختلفة الأحجام وعندما تستخدم المرارة بكامل طاقتها بشكل مفاجئ أي عند تناول دهون بكميات كبيرة بوجبة واحدة تتقلص المرارة وتنعصر فتتحرك الحصوات المتراكمة سابقاً وتنسد قناة المرارة الصفراوية وتسبب هجمة المرارة غول باذرتاك ملخص الكلام حصوات المرارة لا تتكون بسبب زيادة الكوليسترول في التغذية وإنما بسبب النظام الغذائي عالي الكربوهايدرات وفقير الدهون الغير مشبعة لأنها حمية لا تستخدم عصارة المرارة فيحصل تغييرات بالكبد وتسبب ركود العصارة الصفراء فيترسب الكوليسترول وتتكون الحصوات الآن السؤال الذي يجب طرحه هل يوجد دواء يمكن استخدامه لإذابة حصوات الكوليسترول؟ الجواب عزيز المشاهد نعم الاسم أورسوديول ويأتي على شكل كابسولات يؤخذ عن طريق الفم يتم تناوله ثلاث مرات في اليوم مع أو بدون الطعام لعلاج حصوات المرارة ومرتين في اليوم لمنع تكون حصوات المرارة في الأشخاص الذين يفقدون الوزن بسرعة لذلك أنصح بتناوله لمن يبدأ باستخدام الحمية الكيتونية كيتوجينك دايت في أول شهرين لتلافي مشكلة حصوات المرارة حيث يقل الأورسوديول من محتوى الكوليسترول في العصارة الصفراء وحصوات المرارة المرتبطة به عن طريق تقليل إنتاج وإفراز الكبد للكوليسترول وتنظيم انتصاص الكوليسترول الجزئي من الأمعاء هنا نهاية الفيديو وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية عزيز المشاهد في الفيديو القادم سأشرح أعراض ما بعد إزالة المرارة فإذا حابب تتابع سلسلة دقيقتين عافية اشترك بالقناة وادعمني بلايك واكتب لي ما تحب أن نشرحها في الفيديوهات القادمة في التعليقات المصادر في صندوق الوصف معكم الدكتور فارس وبشوفكم بفيديو آخر بإذن الله تعالى